وانتخبنا نروع بقى لأخبار النادي الأهلي بيخود الفريق الكرة بالنادي الأهلي طبعا مباراة ودية هتكون عصر اليوم يوم الثلاث مع الفريق الدفاع الجوي بيهدف طبعا من خلال جهاز الفني نادي الأهلي ان يجرب بقى عدد من اللاعبين البودلاء ولم يشاركوش مع نادي الأهلي مع الفريق بشكل مستمر في الفترة الأخيرة خاصة ان الوديات دي بتقام بدون اللاعبين الدوليين زي ما احنا عارفين موجودين حاليا مع منتخبات بلادهم طبعا لايقود النادي الأهلي فنيا في مباراة اليوم الودية هو كابتن سامي أمصان المدرب العام للفريق في ظل الأجازة اللي حصل عليها بيتشو موسماني لمدير الفني للفريق زي ما حارفين موسماني هيوصل النهارة يكون فيه اجتماع مع الإدارة النادي الأهلي كمان قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي رفع الحمل التدريبي للعبية عشان يجهزهم فنيا وبدنيا لمواجهة المصري بالسلوم في ساعة تسعة طبعا مساء يوم الأحد القادم ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كاس مصر للموسم الحالي واجه فريد نادي الأهلي نظيره المصري بالسلوم زي ما حارفين بدون عدد كبير جدا من اللاعبين يعني أبرزه محمد شناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتعي وعمر السلية ومحمد عبدنايا ومحمد مجدي أفشا طبعا دول المتواجدين مع منتخب مصر دول هيغيبوا عن المباراة وكمان هيغيبوا السلاسي الأجنبي الموجودين مع منتخبات بلادهم بيرسي تاو مع جنوب إفريقيا وقاليو ديانج مع منتخب مالي وعلي معلول كمان مع منتخب تونس بالإضافة لدول كمان بيغيب أكرم توفيق وعمر حمدي ولويس ميكسوني دول بيغيبوا بسبب الإصابات المختلفة على الجنب الآخر عقد الرمضان ناجي رئيس نادي المصري بالسلوم كان اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق طلبهم خلالها ببزل أقصى الجهد في الفترة المقبلة وفي المباراة القادمة والزهور بصورة مشرفة خلال مواجهة النادي الأهلي في كاس مصر وقعد كمان إن هو بيصرف مكافآت كبيرة قد رأى عشر تلاف جنيه هتكون لكل لاعب في الفريق في حالة تحقيق الفوز على النادي الأهلي في المباراة طبعا هتكون مقارئ قامتها يوم الحد زي ما ذكرت لحضراتكم في دور الـ 32 من بطولة كاس مصر بتأكيد هتكون مباراة قوي جدا وأكيد بحلم لأي لعب في نادي المصري بالسلوم إن هو يشارك قدام النادي الأهلي والفوز أكيد هتكون شيء طبعا بيحسب فيه تاريخ هذا النادي لسه مع أخبار النادي الأهلي وطلب كمان بيتسو مستمعين المدير الفني للنادي الأهلي تقرير خاص عن خمس الفريق الصاعد المعار للتشيك زي ما نعارفين النادي الأهلي أعار خمس لعبين للتشيك من أجل بقى أنه يعرف مدى استفادة هذا الخباسي الشاب من فترة الإعارة في فترة الأخيرة ويمتلك النادي الأهلي زي ما قلت لحالكم خمس لعبين تم أعارتهم لأنديه في التشيك وهم مصطفى فوزي وأحمد بيسو ومحمد حسان ميدو ومحمد مغربي طبعا نيج من خط الدفاع شوفنا في فترة الأخيرة بالإضافة كمان لمحمد ياسر لسه مع أخبار النادي الأهلي وأوسط كمان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة كابتن محسن صالح أن يعود محمد شكر لعب الفريق اللي كان معار حتى نهاية الموسم نادي سموحة عشان من أجل تدعيم مركز الظاهير الأيصر في ظل اعتماد الجهاز الفني لنادي الأهلي بقى بيتسو موسماني على التونسي أعالي معلول بشكل أساس طبعا في فترة أخيرة كلها وعدم اقتناع الجهاز الفني لغاية دلوقتي بالإمكانات الفنية لمحمود وحيد بعد ما فشل في استغلال يعني كل الفرص اللي منع حياة جهاز الفني النادي الأهلي في المباراة الأخيرة في نفكر أن محمد شكري واحد باللعابين طبعا لتعلقوا في الفترات الأخيرة مع نادي سموحة أن يعود مرة أخرى للنادي الأهلي بعد انتهاء فترة إعرضه خلونا نطلع له